ده اول نقطة بشأن الداخل الروسي طب تاني نقطة تاني نقطة ان تم استبعاء حتى النواب اللي في الدومة يعني نشوف مجلس الدومة او قولي يا سيدي مجلس النواب في روسيا مفيش نائب او اي حد فوق السلطات مش هيروح الحرب كله هيروح الحرب فاصبح حتى المعارضين ممكن يتم التخلص منهم يعني لو واحد معارض صوته عالي شوية ما يسجنهوش ما ده معارض يسجنه ليه قولك روح الحرب انت مجند روح الحرب تاني حاجة انت اصبحت قصاد اللخبة بيتم شحنهم بالحرب انت بتكلمش عن الطبقة العادية لا لا المؤثرين او السياسيين بيتم الزج بيهم بالحرب ده تاني حاجة تالت حاجة روسيا اصبحت في موضع قتال يعني الحرب دي اصبحت حرب ما اصبحتش عملية عسكرية حتى لو بوتين ما اعلنش الحرب هي اصبحت حرب ومشي بس معايا عشان احقول لك كلام مهم جدا فلما اصبحت حرب واصبحت روسيا داخلة في الحرب دي والسريت جونل بتقولك ايه؟ بتقولك لا ده كتاب الالعاب العادي يعني ده الوربوك الطبيعي ان لما يحصل تراجعات في اوكرانيا روسيا هتخش بالجيش بتاعها حسو؟ وهتبتدي بجزء صغير وكلام ده كله حلو ده كتاب الحرب العادي او البلاي بوك عادي او الوربوك عادي او الوربوك زي ما انت عاوز ماشي؟ بس كل النقط اللي انا قلتها لحضراتك دي تحتم على فلاديمير بوتين تلات حاجات اول حاجة ان فلاديمير بوتين اصبح النصر مش خيار يعحيبت ان هو ينتصر في اوكرانيا دي مفيهاش كلام كتير حينتصر يعني حينتصر ومين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيقول حينتصر يعني حينتصر الصين